اشهد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول رئيس مجلس الوزراء بما تحمله العلاقات بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة من قيمة عالية تعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين وتتجسد فيما يتواصل تحقيقه من نتائج ايجابية في مختلف المستويات ولدى لقاء سموه بحضور نجله سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة مع وفد من مجلس المحافظين البريطاني لشؤون الشرق الأوسط يترأسهم السيد ألان دنكن أكد سموه الحرص الدائم على تواصل البناء مع الأشقاء والأصدقاء لتبادل الرؤى والأفكار حول مختلف القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك معربا سموه عن التقدير لتواصل الدعم البريطاني البناء لجهود مملكة البحرين لترسيخ المزيد من الإنجازات الجوهرية في المسارات الإصلاحية والتنموية التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة وأشار سموه إلى أن إدراك فكرة أن الإصلاح عملية مستمرة هو عامل دفع يحث على عدم التواني بالاستمرار في العمل على المزيد من الإنجازات التي ترفض المكتسبات الوطنية بما يتصدى بفاعلية لكل محاولات التقويض السلبية وأتناول سموه خلال اللقاء مع الوفد عددا من القضايا الإقليمية والدولية كما تم استعراض أبرز المواضيع التي يتفاعل معها منتدى حوار المنامى هذا العام ترجمة نانسي قنقر